مشاهدين الكرام أهلا بكم في كل مكان تتابعون منه بيت للكل اليوم لدينا السؤال نطرحه من خلال هذا اللقاء سؤال في ذهن الجميع السؤال متى ينتهي هذا الكبوس الذي نشاهده يوميا في قطاع غزة متى يتوقف نزيف الدم متى تتوقف هذه الحالات الغير إنسانية التي تتعامل مع أهلين في قطاع غزة ومتى يتوقف الحرب بشكل عام ولكن السؤال الأبعد إذا توقفت الحرب وهناك هدنة ولكن متى يتوقف هذا الاحتلال أو متى نقدم لفلسطين الحلول بأن تصبح دولة أو الأفضل والأحسن متى يرفع علم فلسطين ونحتفل هل سيكون هذا في هذا العام الجديد؟ هل هناك حلول؟ الأسئلة كثيرة جدا اسمحوا لنا الليلة بلقاء جديد في بيت للكل شكرا شافكي وبالفعل هذا هو خير مثال ما ذكرتي الوباء ووباء الاحتلال بكل تأكيد إلى زوال وفلسطين ستكون حرة يوما ما وشعب الفلسطيني يقاوم هذا الاحتلال ويقارعه وهذا ما كفلته له كل الأعراف والمواثيق الدولية بمقاومة الاحتلال بكافة الأشكال والسبل ومشاهدنا بكل تأكيد نحن معكم في إطار هذه الحلقة من بيت للكل ونتوقف مع هذا العدوان المستمر على أبناء الشعب الفلسطيني وهذه الأيام الطوال من المعاناة والمجازر وحرب الإبادة التي تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلية مدعومة بكل تأكيد من الولايات المتحدة الأمريكية التي تمدها بالمال وبالسلاح وبالمواقف كذلك في المنظمات الدولية المختلفة نحن في الأردن ليس لدينا شيء إلا غزة الحديث والهم على المستوى الرسمي وعلى مستوى الشارع الأردني هو غزة هدف الدولة الأردنية دائما بقيادة جلالة الملك أولا هو وقف إطلاق النار في غزة وأيضا إنهاء هذه الحرب وأيضا إدامة المعونات الإنسانية لأهلنا في غزة حتى يبقى هناك صمود وحتى يكون هناك مقومات للحياة الإنسانية الأردن الشغل الشاغل لها هو الحقوق الفلسطينية وإنهاء هذه المجزرة الإنسانية الأردن اليوم يقف إلى جانب حتى إفريقيا في تقديم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية هذا هو الأردن الذي يربطه بفلسطين الشريان والوريد دائما منذ بدء القضية الفلسطينية فنحن هنا شعب واحد وليس شعبين هذا هو الأردن بموقفه العروبي وهذا هو شعب الأردن اتجاه أهلنا في فلسطين فهم الأهل وهم الأحبة ونحن دائما مع الحق فالفلسطينيون هم أصحاب الحق أما ما تسمى إسرائيل فدائما أقول هي أسوأ ما أنتجت الأرض البشرية من بشر نرحب مشاهدينا بضيفنا في بيت للكل وفي هذه الحلقة التي كما أشرنا نتابع فيها التهديدات الإسرائيلية بمواصلة العدوان الإسرائيلية على أبناء شعبنا واستمرار هذه الحرب الإسرائيلية سؤال المطروح ماذا لو استمرت هذه الحرب لمدة عام آخر أو حتى في الأشهر المقبلة يسعدنا أن نرحب بالدكتور أمجد أبو العز أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية دكتور أهلا ومرحبا بك معنا في بيت للكل عندما نتحدث عن هذه الحرب وهذه الشهور الطويلة وتهديدات الإسرائيلية باستمرار هذا العدوان ضد الشعب الفلسطيني ماذا يعني هذا بالنسبة للعالم وبالنسبة لدول العالم التي من فكت تطالب منذ اليوم الأول وحتى هذه اللحظة بوقف الجرائم وحرب الإبادة ووقف هذا العدوان لا شك أنه إسرائيل حينما أخذت هذا القرار من السابع بعد السابع أكتوبر كان هناك نذكر كان في زخم قوي واستفاف دولي قوي جدا مع إسرائيل إسرائيل في البداية صورت نفسها نضحية ونتنياهو كان جزء من الدعاية الانتخابية دعاية ممكن حتى الدعاية الانتخابية التي بدأت من السابع أكتوبر لنتنياهو لكن الدعاية الإسرائيلية تقوم على عمودين العمود الأول أن ما حصل بالسابع من أكتوبر هو هولوكوست جديد هو مجزر جديد وبدأ حتى بالإعلام الغربي والإعلام الإسرائيلي توضيح هذه الصورة أن ما تتعرض له إسرائيل هو هولوكوست جديد ونازية جديدة وهذا وطر حساس عند المواطن الأوروبي وستطاع نتنياهو أول أسبوعين بإقناع المجتمع الدولي بهذه الفكرة العمود الثاني في الدعاية الإسرائيلية كانت تقوم على قضية أن ما حدث أيضا مشابه لما قامت به الحركات المتطرفة داعش ومداعش من قتل وتم تركيز على قضية حرق الأطفال وكذا ولكن بعد ذلك اكتشف أن هذه كانت دعاية مضللة وأنه دعاية صهيونية فاشلة وأنه لم يحدث ما أعلنت عنه إسرائيل وبالتالي بدأ التراجع الدولي في تكذيب الرواية الإسرائيلية في هذا الموضوع الآن إسرائيل لديها خطة في ثلاث مراحل المرحلة الآن تدخل في المرحلة الأخيرة أو ما يسمى المرحلة التي هي تسخين الجبهة بدون لهب وبالمعنى الكلام يعني أنا لا أريد أن أطلق مصطلح حرب على هذه الحرب الآن هي اشتباكات ولكن المطلوب هو وقف العدوان ألم تكن كل هذه المجازر التي ارتكبت وهذه العدد الكبيرة من الشهداء والجرحة من المعاقين من الأيتام من تدمير كبير للبنية التحتية ونحن في الشهر الرابع كفيلة بأن يخرج العالم من نطاق الشجب والإدانة والمطالبة بوقف العدوان إلى إجراءات أكثر عملية من خلالها يمكن فرض وجهة النظر الدولية بأن يجب أن توقف إسرائيل وقف عدوانها للأسف يعني المجتمع الدولي مجتمع أثبت فشل كل المنظومة القيامية والأخلاقية والقانونية يعني الآن ثلاث شهور وشوي من الحرب لكن فشل دولي كاملة فشل منظمات دولية فشل منظمات حقوقية إنسانية حتى الدول التي كانت تتشدق بحقوق الإنسان فشلت في يعني حتى الضغط على الدول الكبيرة نتحدث عن الدول التي حتى امتنعت عن التصويت أو حتى صوتت ضد وقف إطلاق النار هذا يعني باعتقادي فشل أخلاقي سياسي وكثير من اللاعبين الدوليين اعترفوا أن الحرب على قطاع غزة يعني أثبتت فشل قيامنا الأخلاقية والسياسية وأكبر مثال على ذلك فشل هو الاعتراف الممثل الأوروبي للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيف بوري اللي قال أنه إحنا كاتحاد أوروبي فشلنا أخلاقيا وسياسيا في التعامل مع القضية الفلسطينية وبتالي هذا الاستفاف نتيجة الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية غير معنية بإيقاف هذه الحرب وغير معنية بإعطاء فرصة حتى لترتيب إعادة على الرغم من تضررها تضرر الإدارة الحزب الجمهوري صورتها اهتزت في الفترة الأخيرة المطالبات كذلك من الشارع الأمريكي ودول العالم مدن العالم التي تخرج وتعبر بمسيرات مليونية ومئات الألف يخرجون في كل أسبوع يطالبون بواقف هذا العدن إلى أي حد هذا يمكن أن يحرك بالفعل الحكومات لتضغط باتجاه وقف العدوان تمام هناك موقفين الموقف الرسمي للحكومات للأسف أنا أتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية وإلى أحد بريطانيا وإيطاليا وألمانيا يعني وبعض الدول التي تدور في فلكها أنا أتحدث عن بولندا وتشيكروفاكا أي الدول إلى الآن إلى الآن ما أخذي موقف مستفاف مع الموقف الإسرائيلي بشكل كامل على الرغم من الدعوة لوقف أو تبني خيار الهدن الإنسانية ولكن عدم وقف الحرب واستخدام بدل كلمة الحرب استخدام كلمة الاشتباكات وبالتالي هذا يعني حتى مصطلح الدخول في المرحلة الثالثة من الحرب هي اشتباكات إسرائيل الآن لا تسميها حرب تسميها الآن اشتباكات لأولا تخفيف الضغط عليها تقليل الخسائر البشرية والمدنية وبالإضافة لذلك الهروب من محكمة العدل الدولية لأنه لا تستطيع الذهاب إلى المحكمة وهو متهم أصلا بقضية جرائم الحرب وترتكب في نفس اليوم المحكمة جرائم حرب وبالتالي إسرائيل بدأت أيضا تغيير في التكتيكات العسكرية تغيير في المصطلحات وبدأت ما تسمى بالاشتباكات والعمليات الجراحية وبالتالي أمريكا ولكن اليمين الإسرائيلي أقطاب الحكومة الإسرائيلية قادة جيش الاحتلال يعني تصريحات كل يوم تخرج بين هذا الحرب مستمرة عنوانها القضاء على حركة حماس في غزة استعادة الرهائن ولكن من يدفع الثمن هو المواطن الفلسطيني بترجع الأولى من تجويع وتعطيش وحصار أجواء شتاء باردة ناس اليوم في الخيم متواجدين في المناطق الجنوبية اكتظاث غير مسبوك أمراض متفشية كيف يمكن التحرك باتجاه أيضا الوضع الإنساني فيما يتعلق بهذه القضية أن يدق الموضوع الإنساني ناقص الخطر بشكل كبير لدول العالم بأنه اليوم الناس بتموتوا من الجوع في قطاع غزة باختصار مفيد تماما هذا أكبر هم وأكبر مشكلة أنا باعتقاد تواجه قطاع غزة الجوع لأنني تحدث عن مجاعة شبه مجاعة حسب تقارير الأمم المتحدة أنا تحدث عن المجاعة في قطاع غزة وصلت إلى 100% بتقرار رسمي من الأمم المتحدة هذا الإسلوب التجويع الناس قصف المدارس قصف المستشفيات المخابز يعني هذا سؤال خميس لماذا يتم قصف المخابز هذا سؤال يعني نتحدث لا هي قاعدة عسكرية ولا هي منصة تطلاق صواريخ يعني استهداف لماذا يتم قتل الحقيقة الصحفيين والمخابز أنا باعتقادي لا يريدون لغزة أن تكون مكان آمن للمعيشة يريدون تفريق قطاع غزة من السكان إبعادهم تماما لأن هذه الكثافة السكانية إسرائيل تعتبرها هو خطر أمني على وجودها وبالتالي الآن لا نتحدث هما لا يعتبروا قضية هذا ما يحدث هو بعد إنساني ولا بعد قانوني هو ما يعتبره خطر وجودي وبالتالي استباحة كل شيء استباحة البشر والحجر والشجر من أجل فقط أنه يعتبره حرب وجودية وللأسف أن أوليات المتحدة أيضا تعتبر هذا الكلام تعتبر وجود إسرائيل وانتصارها في هذه الحرب هي تعزيز لوجودها العسكري وهيبتها في المنطقة في المنطقة الشرق الأوسط ماذا عن التصدع الداخلي في الحكومة الإسرائيلية الشأن الداخلي الإسرائيلي وأنت بكل تأكيد مراقب لهذه القضية كيف سيؤثر على مجريات هذه الحرب والأصوات أيضا التي تنتقد بن يمين نتنياهو وتقول بأن الموضوع شخصي أصبح بالنسبة لي من نتنياهو بأنه يقود حرب لإنقاذ نفسه من التهم ومن السجن والإدانات المتلاحقة بحقه تماما الآن المجتمع الإسرائيلي منقسم بشكل كبير جدا وحتى الموقف الإسرائيلي تجاه أمريكا منقسم يعني اليوم بايدن والإدارة الأمريكية قادت لنتنياهو إما أن تتبع سياسات الولايات المتحدة الأمريكية فيما نقول له لك في مجال الحرب وإما تتبع سياسات سيموتريتش وبينغافير يجب عليك أن تختار إما ترضينا أو ترضيه بنغافير واسموتريتش وكل الخيارين لنتنياهو يعني الذهاب إلى السجن كلاهما إذا مشى مع السياسة الأمريكية وبالتالي انهيار الحكومة انهيار حكومة نتنياهو وبالتالي سيفضي إلى السجن وإذا لم يعني يرتضي بسياسة الأمريكية سيصطدم أيضا بالمعارضة التي تزداد وبالتالي أيضا في النهاية ستسقط حكومته الآن نتحدث عن ترى الجبهات الجبهة الداخلية الخلاف الداخلي ما بين السياسيين الإسرائيليين وما بين السياسيين والعسكر وما بين السياسي مستوى السياسي والعسكري والجمهور هذا انقسام كماما ما بين في المجتمع الإسرائيلي للأسف لحنا ندفع ثمانه لحنا أصبحنا يعني وقود للحملات الانتخابية للتصفيات أصبحنا وقود بسنبية لمستقبل نتنياهو لمستقبل بنغافير واسموتريتش وأيضا للمعادلات الإقليمية ويعني الآن المرحلة الثالثة عمليات اغتيالات وجود عسكري لإسرائيل في القطاع من خلال اغتيال وتحويل قطاع غزة إلى منطقة باء تستطيع إسرائيل التصرر فيها حينما تشاء وكيفما تشاء هل هذه ستستطيع؟ أنا أعتقد مقاومة الشعب الفلسطيني شوف أكثر شيء موثير للاهتمام أنه خميس اليوم في كانت مظاهرات نازلة بشوارع تل أبيب من المستوطنين يطالبون بعدم العودة إلى غلاب غزة وبالمقابل أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يموتون يعانون لا مش يعانون يموتون من أجل العودة إلى المناطق وهي أصلا غير آمنة يعني تخيل كيف هذا الموقف هذا لا يريد العودة إلى بيسر لكن هناك حديث أيضا إسرائيلي عن ربط العودة إلى المناطق الشمالية بتحرير الرهان المتواجدين وبالتالي نتنياهو لديه تحدي كبير خميس جدا كبير في قطاع غزة هو مستنقع بالنسبة له يعتبره وأنا أعتبره هو وقع في رمال غزة وبالتالي يحاول الخروج بأي طريقة الآن للنزول عن الشجرة مستقبل حكم الإسرائيلية كما ترى أنا باعتقادي ستنهار خلال فترة قريبة خاصة مع تزايد الضغوطات الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن ترى سموتريتش ولا تريد أن ترى بينجافير هذه أكثر حرب وأكثر حرب تكلفة عسكريا اقتصاديا سياسيا بشريا لإسرائيل وسمعة لإسرائيل وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أن الطفل المدلل التي تسمى إسرائيل أصبحت على المحك وبالتالي ما تقوم فيه أمريكا الآن هو محاولة الحفاظ على ما تبقى من سبعة إسرائيل وما سمعتها أيضا في المنطقة ومن خلال الخلاص وتدرك الولايات المتحدة لا يمكن طرح أي برنامج سياسي خميس ما دام نتنياهو في السلطة فبالتالي حتى إعادة ترتيب المنطقة سيتم إعادة هندسة الحكومة الإسرائيلية وبعد ذلك طرح ما تطمح إلى تحقيق الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط العدوان يشمل كل الأرض الفلسطينية ولكن تحذيرات أيضا من قادة في جيش الاحتلال ضباط كبار أيضا توجهوا لبن يمين يتنياهو حذروه من أن الأوضاع في الضفة أوشكت على الانفجار نتيجة للضغوط الكبيرة الاقتصادية وكذلك تقسيم المناطق وعزل المواطنين في كانتونات معزولة الحواجز الاستهدافات وعمليات الاغتيال التي تتم اقتحامات البلدات القرى المخيمات وكاننا أمام بسور واقي جديد ولكن غير معلن الدكتور برأيك إلى أي حد أيضا هذا تتنبه إليه الولايات المتحدة أولا ودول العالم بأن الضفة الغربية على وشك الانفجار تماما الولايات المدركة لذلك أمريكا مدركة وبالتالي وضع قائما للمستوطنين المتطرفين الذين يكونوا يرتكبون جرائم في الضفة الغربية القائمة الأوروبية الضغطات وجود بلينكين أيضا في المسؤولة الفرنسية تتحكثت أيضا مع الوزيد الخارجية الفرنسا في هذا الموضوع هناك حالة من الغليان في الضفة الغربية نتحدث عن شباب فلسطينيين نتحدث نحن نسمى الشعب الفتي هذا الشعب لم يرى لم يرى إلا الاستيطان لم يرى إلا تدمير لم يرى إلا هدم بيوت اعتقالات لم يرى أي بطالة وبالتالي بالإضافة لذلك ما يحدث في قطاع غزة كل هذه عوامل يعني تساهم أيضا في حالة الغليان الموجودة في الضفة الغربية بالإضافة إلى الاقتحامات وإسرائيل أنا باعتقادي من يقوم بهذا الموضوع معنيين بتفجير الضفة الغربية وجر الضفة الغربية إلى الانفجار من أجل بقاء في السلطة إلى أطول وقت ممكن وهذا ليس فقط الضفة الغربية أيضا جنوب لبنان وزير الدفاع بنفسه هو معني بالذهاب شوف تدى التصريحات من يومين معني بفتح جبهة لبنان والاستفادة من وجود أمريكا من الدعم العسكري وبالتالي وكأنه ضربتين في نفس الوقت أفضل من الانتظار كمان عشر سنوات لعادة النظر في الحدود مع لبنان خاصة أن أمريكا موجودة في دقيقة لو سمحت رسالة بلينكين في زيارته الخامسة إلى المنطقة منذ بداية هذه الحرب ما الذي يحمله بلينكين وما الذي سيتحقق برأيك أكثر ملف بلينكين يحاول التركيز عليه قضية أنه عدم سماح لنتنياهو ووزير دفاعه بالإنجرار إلى حرب إقليمية وبالتالي هو جاء إلى المنطقة التقى بتركيا وبمصر وسيكون في السلطة قريبا في الضفة الغربية بالإضافة لذلك الملف المساعدات الإنسانية السماح لدخول المساعدات من خلال معبر إيريز قضية الأسرة وبالدرجة الأولى المقاصة كمان لأنه هناك تعنت إسرائيل بقضية سرقة الأموال الفلسطينية أعتقد هذه الأربع ملفات الأساسية التي بلينكين يحاول الوصول إليها وأخيرا الملف الأخير كمان اللي هو اليوم الذي يلي الحرب الدول العربية لا تريد التحدث في هذا الموضوع ولكن عمليا الولايات المتحدة الأمريكية تطمح إلى إعادة ترتيب هذا الملف في اليوم التالي الذي تنته فيه الحرب ولكن أنا باعتقادي هذا جهد كبير خاصة في وجود نتنياهو الذي لا يريد أي نوع من الحلول لا دولة فلسطينية ولا رؤية السلطة الفلسطينية في قطاع غزة ولا الاعتراف الشرعي الدولي لا منظمة التحرير ولا السلطة شكرا جزيلا لك دكتور أمجد أبو العز أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية على المشاركة معنا في بيت للكل شكرا جزيلا مساء الخير مشاهدين من السيديوهات التلفزيون الأردني ولا زال برنامج بيت للكل نتحدث عن الوجع العربي عن غزة نتحدث اليوم وقد تجاوز اليوم مئة يوم ولا زالت إسرائيل تقوم بانتهاكات لكل القوانين والأعراف القانونية والإنسانية ولا زالت إسرائيل تتجاوز وتكسر كل الحدود القانونية والإنسانية نتحدث عن الشهداء ونتحدث عن الجرحة نتحدث عن النزوح نتحدث عن لا وجود لأي نوع من المقومات للحياة الإنسانية والبشرية لا غذاء لا دواء ووضع إنساني يشهده العالم أمام مرأة العالم أجمع بأن غزة الآن أشرفت على الانتهاء لكل مقومات الحياة الإنسانية لكن السؤال الذي يطرح نفسه هذه الحرب إلى متى ستستمر من يوقف الحرب ومتى توقف الحرب للدولة الأردنية وبجهود ونظرة وحكمة من جلالة الملك عبد الله الثاني رؤية في هذا الموضوع فاسمحوا لنا أن نرحب بستوديوهات التلفزيون الأردني بمعالي الباشا وهو الفريق المتقاعد مازن باشا القاضي وزير الداخلية الأسبق أهلا وسهلا فيك يا باشا باشا السؤال الذي يطرح نفسه هذه الحرب إلى متى ستستمر لكن في البداية لنتصور ونقف أيضا ونحلل كيف ترى المشهد حتى هذه اللحظة في غزة يعني سيدتي ما جرى وما يجري الآن في غزة أنا شخصيا لا أستغرب ما يجري الآن وما قامت به دولة الكيان الإسرائيلي من تدمير ممنهج وإبادية كاملة ومن استباحة لغزة وأيضا التنكيل والقتل والتشريد الممنهج للإنسان الفلسطيني في غزة سواء الطفل النساء الشيوخ العجزة الأبرياء شوفي دولة إسرائيل هي دولة مصورية أكيد وهذه الدولة ولدت بولادة قيصرية ووجدت لتكون هكذا وأنا شخصيا لا أستغرب هذه الوحشية وإسرائيل لا تلتزم لا بعهود ولا بعهود ولا تلتزم بالمواثيق الدولية ولا حتى بقرارات مجلس الأمن ولا بحقوق الإنسان إسرائيل دائما وأبدا تجعل من نفسها فوق القانون الدولي هذا الشيء وفرته إلها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الفيتو في مجلس الأمن كل قرارات مجلس الأمن التي تكون ضد هذا الكيان مغطى بفيتو أمريكي لذلك تلاحظي أن إسرائيل دائما وأبدا تتمادى في التعاطي مع أي حدث في المنطقة وإسرائيل تدعي أنها القوة الأعظم في الشرق الأوسط من حيث جيشها من حيث اقتصادها من حيث إمكانياتها شوفي جلالة الملك تنبى مبكرا ومن خلال ما جرى في غزة يوم السابع من أكتوبر أن إسرائيل ستستثمر هذا العدد من أجل تصفية القضية الفلسطينية صحيح ومن أجل البدء بتطبيق صفقة القرن لذلك حذر جلالة الملك مرارا وتكرارا من هذا الوضع وأن العنف سيولد عنف مقابل وأيضا نبى دول صانعة القرار في العالم الغربي وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية أن يجب وقف إطلاق النار فورا ويجب وقف التدمير الممنهج لقطاع غزة وقف التشريد وقف الترحيل وقف النزوء المخطط الإسرائيلي مخطط شيطاني كان يرمي إلى نزوء شمال غزة إلى وسطها ومن ثم إلى جنوبها حتى تكون على تماث مع الحدود المصرية وبالتالي إيصال الإنسان الغزي إلى مرحلة أنه لا يستطيع طيق الحياة لا مأوى لا مأكل لا ملبس لا مشرب لا يوجد أسباب للحياة وبتعلن إسرائيل بالمقابل أنه فيه هجرة طوعية واللي بده حب من الغزيين بهاجر طوعا إحنا ما عنا مانا طبعا لما سلبت من الإنسان الغزي أسباب الحياة تعلن هذا الحكي بالمقابل طبعا إسرائيل حاولت من خلال وزير خارجيتها أنه تذهب إلى قبرص ونتحاول فتح ممر لمن يرغب بالحجرة الطوعية عبر قبرص ومن ثم اليونان من الغزيين وهذا يكرر باستمرار اليمين الإسرائيلي المتطرف يوجد يمين إسرائيلي متطرف هذا اليمين يرمي إلى تفريغ غزة من أهله ابتلاع الجغرافيا وتفريغ الديمغرافيا إلى دول الجوار وهذا مخطط يتبنى اليمين الإسرائيلي المتطرف جلالة الملك تنبه لهذا الموضوع كان مستبقا قام بجولات مكوكية دبلوماسية بزيارات بلقاءات وبالذات مع فريق الإدارة الأمريكية وعلى رأسه من رئيس بايدن وحذر من عواقب هذه الأمور وأنه إذا بيتشع الصراع في المنطقة رح يكون هناك تدخل من أطراف وقوة أخرى وبالتالي نفقد السيطرة على هذا الموضوع جلالة الملك نبه أنه لن تنعم دولة إسرائيل بالأمن والسلام ما لم تصنع سلاما مع الفلسطينيين لقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية بدون ذلك ستبقى المنطقة مصدر للأنف وعدم الأمن وعدم الأمان طيب باشا اسمح لي الآن نحن نتحدث بدها تتجاوز المئة يوم هذه الحرب إسرائيل دخلت هذه الحرب على غزة وأنا لا أريد أن أسميها حرب هي مجزرة على غزة وكان لديها أهداف والأهداف أصبحت واضحة أمام العالم أجمع الآن الموضوع لم يعد حماس ولا الدفاع عن نفسها ولا الموضوع هو تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القصري ماذا حققت إلى الآن إسرائيل من أهداف عسكرية هل نجحت إسرائيل في تحقيق أي من الأهداف التي كانت تفكر بها سيدتي شوفي أنا ذكرت في بداية حديثي أنه جلالة الملك نبه لما تقوم به دولة إسرائيل وأنه إسرائيل لن تستطيع صنع مصر عسكري إسرائيل الآن ذهبت إلى العنصر الرخو ذهبت إلى السكان الآمنين إلى الغزيين إلى الأبرياء وأخذت تقوم بالقتل والتشريد والتهجير والنزوح في الممنهج إسرائيل لغاية الآن أهدافها المعلنة أنه إحنا بدنا نصفي حماس وإحنا بدنا نعيد غزة كما كانت سابقا بدنا نجيب استيطان وبدنا نجيب مستوطنين وبدنا نبني مستوطنات وأن غزة يجب أن تكون محتلة من قبل اليمين الإسرائيلي المتطرف الآن الحكومة الإسرائيلية على خلاف وفي صراع سياسي بين أجنحة الحكم أو الأحزاب الإسرائيلية لتصل إلى صنع القرار وأيضا في صراع ما بين المؤسسة العسكرية وبين السياسيين لأول مرة في تاريخ إسرائيل أنه إحنا بشهد هذا الخلاف هذا الصراع السياسي ما بين القوى الفاعلة داخل الكيان الإسرائيلي أيضا لأول مرة بنشهد هاي المظاهرات الضخمة الألوف في تل لبيب وفي القدس وأول مرة بنسمع هاي الشعرات اللي بترفع داخل الكيان الإسرائيلي وكله على أثر ما جرى في غزة وهذا كله أسبابه ما جرى في غزة يعني الآن نتنياهو بيطلع بيقول للشعب الإسرائيلي أنا بدي أقضي على حماس وأنا بدي أسترد الأسرة آمنين إلى أهلهم وإلى ذويهم وهذا الشيء الآن لم يحقق منه ولو بصيص أمل صحيح ما في شيء لغاية الآن كل ما نتحدث عن الجهود العربية الأردنية تصدر في هذا الموضوع الشقيقة مصر كذلك ودول عربية شقيقة أخرى لكن موقف الأردن كان مميز من خلال فكر المستنير والمستبق لجلالة الملك وبالتالي حاول جلالة الملك منذ اليوم الأول أن يعمل استدارة في موضوع الرأي العام وأيضا الدول التي كانت حليف لإسرائيل وأمريكا وبالتالي نجد هناك تحالف أردني عربي تنسيق وأيضا هناك تنسيق واضح أردني مصري هذا التنسيق إلى الآن كيف ترى أنه سيجني ثمار على الأقل احتواء هذا الصراع التقليل أيضا من دخول أطراف أخرى إلى الصراع أو حل وإيقاف الحرب بس بدي أوضح شغلة ستي يعني أحنا لما بدأ السابع من أكتوبر تعرفي العالم كله تعاطف مع إسرائيل وبالذات الدول الأوروبية وعلى رأس أمريكا وتقاطر الرؤساء الأمريكي البريطاني الفرنسي الألماني وأدوا الولاء والطاعة إلى رئيس المزراء الإسرائيلي وقدموا الدعم المادي والعسكري والأمني والاستقباراتي وسيروا سفنهم الحربية ووضعوها في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل لبنان وفلسطين خوفا من أنه تدخل أطراف أخرى على الخط جلالة الملك تنبه لهذا الموضوع تعرفي جلالة الملك عنده صدقية مستقية في السياسة الخارجية وعنده علاقاته المميزة مع دوائر صنع الغرار في الغرب وبالذات الإدارة الأمريكية وعنده قدرة ومكبة سياسية على مخاطبة الرأي العام الأوروبي والأمريكي صحيح وشوفي جلالة الملك بسماعوله وبسنطوله لأنه شوفي خليني أقول لك شكله هو مقنع بما يتحد فورا الاستدارة التي أنت تكلمت عنها في السياسة الأردنية أوعز جلالة الملك لوزير الخارجية أنه يفتح غرفة عمليات دبلوماسية ويقوم بإجراء اتصالات مع كل الأطراف ذات العلاقة أيضا جلالة الملك هو الذي يقود الدبلوماسية الأردنية باتجاه العالم الغربي وباتجاه الأشقاء العرب والمسلمين فورا اتسال مع الرئيس بايدن تقى بأطراف القيادة الفريق الإدارة الأمريكية تحدث معهم بكل شفافية وبكل وضوء تحدث مع الإنجليز تحدث مع الفرنسيين مع الطليان مع الإصبان مع كل الناس ذول وأوضح لهم أن الصراع هو مش 7 أكتوبر والصراع بدأ من قبل 75 عام وهذا الصراع صراع حق فلسطيني في الحياة والعيش الكريم حق في إقامة الدولة الفلسطينية وأوضح لهم وأفهمهم مرارا وتكرانا أنه إذا بدكوا هذه المنطقة تكون مستقرة وإذا بدها إسرائيل تنعم بالسلام حلوا القضية الفلسطينية لأنها أس السراع في المنطقة وحتى المنطقة والأطراف الإقليمية أيضا مش رح تنعم بالسلام إضافة إلى إسرائيل إذا ما كان في حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وإعادة الحق الفلسطيني لأهله على حدود الرابع من حزيران هذه الدبلوماسية الأردنية استطاعت أن تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالرأي العام الغربي بصنع القرار الغربي أيضا الاستدارة على مستوى العالم العربي على مستوى الإقليم أيضا التنسيق المصري الأردني العالي جلالة الملك قام بعدة زيارات واتفق مع الرئيس المصري أن التهجير خط أحمر سواء باتجاه مصر من غزة أو من الضفة الغربية إلى شرق الأردن أيضا جلالة الملك أوعز للقوات المسلحة الأردنية أن تنتشر على الحدود مع الضفة الغربية لنهر الأردن وأن التهجير خط أحمر وهو بمثابة إعلان حرب بالنسبة للأردن لأن هذا تهديد وجودي للأردن وهذا يعني وطن بديل للفلسطينيين في الأردن ومن حق الأردن أن يدافع عن نفسه بكل الوسائل المتاحة إليه قواتنا المسلحة انتشرت أعادت خطتها وكانت مستيقظة ومستعدة لكل مستجد لا سمح الله قد يحدث بهذا الخصوص ولا ننسى كمان أن جلالة الملك على الجانب الإنساني يعني هو جاهد مع كل الأطراف أنه يجب فتح ممرات آمنة من أجل إيصال الغذاء والدواء والماء إلى أحنا في غزة واستطاع جلالة الملك بضغط دبلوماسي وبضغط سياسي ومن خلال التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية ومن الرئيس بايدن مباشرة وبالرغم أن إسرائيل اعترضت على أن تقوم طائرات سلاح الجو الأردني بنقل الأغذية والأدوية إلى المستشفى الميداني الأردني في تل الهوى في غزة لكن إصرار جلالة الملك وتعند وتصلب بهذا الموقف وأوصل رسالة عن طريق قوات المسلحة إلى الجانب الإسرائيلي أنه سيصعد الطائرة ويودي المساعدات لكن بالتالي أخذ الجرين لايت من الولايات المتحدة الأمريكية واستطعنا وقائد الجيش وسموه الأمير حسين الله يحفظه منعوا جلالة الملك وسموه الأميرة سلمة أنه منعوا أنه يخرج في الطائرة فامتطى الطائرة الله يحفظه ولي العاحب وراح أوصل المساعدات والآن في عنا خط جوي ممر يعتبر مستمر والآن أعتقد رحلة السابعة في إنزال المساعدات وأيضا الفرنسيين الآن أصبحوا شاركوا الأردن بهذا الإنزال أيضا بالاتجاه الآخر جلالة الملك ضغط بافتتاح ممر بري والممر البري من خلال شاحنات القوات المسلحة التي تنقل المعدات والمستلزمات الطبية والأغضية والمساعدات برا عبر معبر كرم أبو سالم إلى أهلنا في غزة الأردن استثمر كل إمكاناته السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والدبلوماسية والشعبية من أجل الضغط بهذا الاتجاه حتى نستطيع أن نقدم لإخواننا وأشقائنا وأهلنا في غزة الشيء الذي يسعفهم ولو قليلا باشا الأردن أيضا كان واضح وصريح منذ اليوم الأول في جميع تصريحات جلالة الملك الدولة الأردنية أيضا وزير الخارجية الأردنية التسمية منذ اليوم الأول بأنها هي انتهاك للقانون الدولي هي جرائم حرب هي مجزرة وإبادة جماعية وبالتالي هذا الآن ننظر إلى دول جنوب إفريقيا والتي قدمت إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية بجرائم الحرب الأردن هنا له موقف أيد هذا القرار وأيد أيضا هذه المحاكمة في محكمة العدل الدولية كم هذا سيؤثر أيضا على أن تقدم إسرائيل كدولة مجرمة حرب أمام محكمة العدل الدولية القرار الأردني والدعم الأردني لهذا القرار وهذه المحاكمة ليست سهلة ولها وزن أيضا دولي شوفي الأردن هو الأقرب لفلسطين نعم والشعب الأردني شعب واحد لا شعبيين مثل ما وإحنا علاقتنا بالأهل في فلسطين وقعناها بالدم من خلال قوات المسلحة الأردنية سواء في جبال الأطرون باب الواد سهول جنين نابلس الخليل سوار القدس هذه العلاقة البينية اللي ما حدا يقدر يعمل إلها أي انفكاك إحنا إننا امتدادات عائلية إحنا بتربطنا الجغرافيا بربطنا التاريخ العائلة الواحدة العشيرة الواحدة القبيلة الواحدة الدم الواحد شيئنا عمع بيننا صحيح ويربطنا شرياء النهر الأردن نعم وهو كالدم التي تجري في عروقنا شوفي الأردن دائما وابدا يستثمر أي حدث لصالح القضية الفلسطينية الأردن استثمر قيام جنوب إفريقيا بتقديم هذه الشكوى بحق دويلة التمييز العنصري والفصل العنصري اللي هي إسرائيل ويؤيد ويدعم وينظم إلى جنوب إفريقيا في إقامة هذه الدعوة وأعتقد رح يكون فيه قرار وتأثير رح يكون فيه تأثير قوي مش تأثيري يعني بالسهولة نعم لأنه إحنا نشهد على الجريمة اللي بترتكب بإسرائيل طبعا شوف إسرائيل خالفة القانون الدولي خالفة قرارات الأمم المتحدة قرارات مجلس الأمن الجمعية العامة ما التزمت بأي شيء نهائيا هذه دولة ارتكبت أكبر مجزرة شهدة تاريخ من عام 1945 هذه مجزرة حقيقية انتهاك لحقوق الإنسان للقانون الدولي للشرعية الدولية يعني فعلا دويلة خليني أقول عنصرية إلى درجة لا توصف صحيح وبعدين لا بتحرم ولا بتتحلل وبتروح للنقطة الضعيفة وبتحاول أنه إيش تنتهكها يعني انتي لاحظي كل الصور اللي بيعرضوها المقاومة تختلف عن ما يقوله طبعا الرواية الإسرائيلية روايتهم غير صحيح نعم تضليل لماذا؟ لأنها تضليلية زي ما تفضلتي الأردن يقف إلى جانب أشقان الفلسطينيين سواء من خلال المنظمات والجمعيات والأمم المتحدة الشقان العرب الأصدقاء بكل ما أوتي من قوة وجلالة الملك لا يزال يواصل الليل بالنهار لإجراء اتصالاته شوفي هم جلالة الملك الأول يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار فورا والسيل مباشرة بفتح ممرات آمنة لنقل الغذاء والدواء والمساعدات وأيضا عادت الناس إلى بيوتهم حتى ولو أنها مدمرة خليك بخينة على بيت المدمر هذا البحد الإنساني لجلالة الملك ونحن كما قلت جلالة الملك منذ اليوم الأول القضية الفلسطينية هو الهم الشاغل للدولة الأردنية وليس هناك أي محفل دولي حتى قبل غزة إلا وكانت القضية الفلسطينية هي القضية المركزية على أي محفل دولي يقوم به جلالة الملك باشا نبدأ أشكر وجودك معنا في برنامج بيت لي لكل هذا البرنامج العربي والذي من خلاله نود أن نوصل رسالة للعالم أجمع أن هذا البرنامج هو برنامج عربي وسنبقى نقول في غزة وما يحدث في غزة إلى أن يتم إن شاء الله وقت إطلاق النهار الفريق المتقاعد مازن باشا القاضي وحضرتك معالي وزير الداخلية الأسبق كل الشكر لتواجدك معنا في برنامج بيت لي شكرا باشا شكرا مشاهدين في برنامج بيت لي الكل من وضعكم على أمل اللقاء الأسبوع القادم وفي برنامج بيت للكل هذا هو عهدنا وهو برنامج عربي ستبقى حلقاتنا تتناول غزة إلى أن يتم إيقاف إطلاق النار وإعادة الحقوق إلى أهلها إلى اللقاء أهلاً وسهلاً بحضرتكم الحقيقة في البداية عاوزين كده أحياناً التاريخ وبالذات في مسألة الحروب التاريخ أحياناً لما نقرأه مرة ثانية نرى متشبهات كثيرة ونقول هل نتعلم من التاريخ أو لا نتعلم أو هل التاريخ يعيد نفسه أو هناك من يأخذ من التاريخ بعض الحركات أو يتصور أن هذه الحركات السياسية أو هذه الأفكار ربما تكون هي بالنسبة له أفضل خلينا يعني نتكلم أكثر في هذا الموضوع نتوقف مثلاً مع ما حدث في الاتحاد السوفيتي ووجود هتلر داخل السوفيات وكان يحاول أيضاً أن يكون الجيش النظامي ضد الميليشيات ماذا حدث؟ أشياء كثيرة جداً ربما تكون ليست هذه المرة الأولى التي يكتب فيها التاريخ هذه الأحداث وحصلت في مدن أخرى حرب الشوارع اللي بتبقى موجودة وإنه يكون فيه جيش نظامي ويكون فيه ميليشيات ماذا يحدث؟ هل يعيد التاريخ ما نقرأه الآن في قطاع غزة؟ خلينا في تفاصيل أكثر ونحاول أيضاً أن نحلل المشهد سياسياً ونقرأ التاريخ في نفس الوقت والسؤال هل نتعلم أم أن التاريخ يكرر نفسه؟ مرة ثانية أرحب في ستوديو القاهرة بلواء دكتور محمد قشكوش ونستفيد أكثر من معلوماتهم سائل خير يا دكتور منورنا للمرة الثانية الحقيقة يمكن أنا بقول أننا هل نتعلم من التاريخ؟ أو هناك من يأخذ من التاريخ فكرة ويقرأ بأن هذا هو الأفضل للسيناريو الخاص به؟ ما يحدث في القطاع غزان هو شبه ما حدث ما بين هتلر والسوفيات وأيضاً حروب أخرى شوارع حتى موجودة هذه الأيام بسم الله الرحمن الرحيم حاجمة المثل نقطة مهمة اللي هي الحروب اللي يطلق على الحروب اللا متماسلة مش زي بعضها القوتين المتحاربتين مش من نسق واحد الحرب 73 حرب نظامية متماسلة جيش ضد جيش معلوم ضد معلوم أما الحروب الغير متماسلة أن يكون فيها طرف مش معلوم دايماً الميليشيات مش معلوم لهو لابس هوليفور ولا عنده دبابة ولا عنده طيارة ولكن هو يستخدم الأرض ويستخدم مصرح الحرب سواء كان مصرح الحرب لمدينة كاملة أو مهدمة غابة منطقة جبلية زي أفغانستان مثلاً وهكذا أو جيوش مؤجرة أو جيوش مؤجرة مرتزقة المرتزقة بس بيفرق عندول المرتزق بيشتغل في أي مكان حسب جيبه لكن المقاوم عنده قضية يعني الغزة عنده قضية عنده قضية محتل بلده بيحرر بلده مشروع يعني المثال لحاجة زكارتيه مثال مهم جداً وعندنا مثالة فاتنوع دايماً نقول الأرض مع المدافع أكثر من المهاجم ولو استخدمها جيداً يستطيع أن يحجز به خسائر كبيرة في الهجوم العادي مصر وإسرائيل في القتال العادي دايماً يتقال أن المهاجم عشان يحقق نجاح يكون متفوق عن المدافع بالنسبة لا تقل عن ثلاثة إلى واحد الكلام ده في الحرب الليها متمثلة مش موجود يعني ممكن إسرائيل في غزة سبع ألوية يقاتله في قطاع غزة اللي مسحته 40 كيلو في 8 كيلو وحتى بس الزيادة 14 كيلو سبع ألوية تقاتل تقاتل المجهول اللي مش موجود اللي هو مش عارفه اللي فوق الأرض واللي تحت الأرض اللي أنا مش عارفه وسبع ألوية يعتبر كتير للمنطقة دي يعتبر كتير ولكن هو ما بيقدر اللواء بيدوم قد إيه يعني ممكن حسب نوع المدرع غير الميكانيكي غير المشاه لكن نقدر نقول رقم متوسط من 2000 ل3000 فإذا عتاد يعني اللي هو المدرع الإسرائيلي فيه 111 لبه برقم كبير وفيه العدد أكبر من عربات القتال المدرع وضروب في 7 بقى النمر اللي هي دايما كل يوم نسمع خسائر العربية القتال المدرع اللي بتنقل الأفراد جوه عربية لها جدار سميد ما تخترقوش الرصاص ولكن تخترقوه أسلحة المثال اللي ذكر في ستالينجراد انجراد في الروسي يعني مدينة ستالينجراد مدينة ستالينجراد جراد مدينة ليننجراد مدينة ليننجراد رجعت من الاسم القديم سام باطلس بورغ مرة ثانية يعني بعد الفترة الشيوعية ما انتهت ستالينجراد مدينة مفتاح لموسكو فهتلر القوات المحور لأنها هيثم مع إيطاليا والليبان تقدم عبر بولندا عبر بلروسيا عبر أوكرانيا ووصل لغاية المدينة دي اللي هي هتبقى مفتاح لموسكو مباشرةً عاصمة الحدس جد فكان هنا القتال شارس للغاية شارس للغاية لان لو سقطت خلاص الألمان بقوا في موسكو في العاصمة صحيح ولكن المثال ده فيه الطرفين عندهم دبابات الطرفين عندهم طيارات الطرفين عندهم مدفعية الأمثلة الأخرى بتاعت غزة المقاوم ده اللي عنده لطيارة ولا دبابة عنده البندقية والرشاش والأر بي جي ولعبوه النسفة والقبلة اليدوية واللغب فقط لكن هو بيستخدم الأرض بيستخدمه تكتيك فاير اندجو يعني اضرب وهرب او اضرب واختفي لان دي شغل القوات الخاصة شغل العمليات خاصة وده من أصعب ما يمكن على الجيوش النظامية طبعا يعني رغم لان انت معندكش عدو موجود في مكان ما انتش شايفه انتش مميزه فإذا هي حرب شوارع حرب شوارع لان احنا حنلتقي يا اما في شوارع يا اما في منطقة جبلية حنلتقي في مصر حرب صعب في المثال بتاعنا نتكلم على ان الشوارع رغم ان الشوارع في غزة الركام المدن اللي تهدت المباني اللي تهدت طبعا حولت الشوارع الى ركام ده ضد المهاجم طبعا له عنده محور تقدم للدبابة صح ولا محور مناورة بين محور ومحور عربي يعني وضعية صعبة للأرض صعبة صعبة ومقدرش استخدم معين مثلا الدبابات في الحرب عندهم مبدأ من مادة الحرب ان هو الحشد دايما احشد قوات متفوقة عن الطرف الاخر صح ويبقى عنده تقدم في ناس في الأول في النص ومش عارف يعمل كده هل هنا بيبقى مجهز حرب الشوارع عايزة برضو تجهيز بشكل مختلف لانه بيتحرك برجله بأسلحة برضو يعرف يشلها مش هيجري بالدبابة ولا بالمدفع لو الشارع ده محور تقدم هتجي منه دبابات اقدر اعمل كمية اقدر اعمل الغام مضادة للدبابات اقدر اعمل عبوات ناسفة اقدر اعمل كل حاجة اقدر اعمل قناصة في أماكن معاناة تصطاد الناس اللي فوق الحاجات الحاجة الإضافية فغزة الأنفاق لم توجد في أي حرب بهذا المستوى صحيح وهم الأنفاق لو شفنا لما شفنا الناس اللي سبازلوهم من الرهائل شفت الستات والبنات اللي خارجين بشكلوهم عامل ازاي بكامل هندبا ايوه مرتاحين لبس مضيب شعرها متسرح مش خرجة من حفرة مطربة اذا المكان ده معد لقتال طويل المكان اللي انام واشرب وحارب وتحركوا والبس طب السؤال هنا هيطرح نفسه اللي احنا طرحناه في بداية هذه الحلقة اذا كان التاريخ بعيد نفسه اذا كان المشاهد بتعيد نفسها متى ينتهي هذا الكابوس احنا في الكابوس كمان مش انساني تماما يعني زي ما حضرتك قلت هذه حرب كمان مختلفة في قطاع غزة الارض لم تعد صالحة للحرب على فكرة يعني ما نشاهده بانه الطرق كمان تم تدمرها والانفاق لا يعرفون طريقها فمتى ينتهي هذا الكابوس يعني كيف تراه المؤشر اللي حدي اللي انا اعتقد اللي هو حيأثر في نهاية الحرب هو الضغط الشارع الاسرائيلي على قيادته وعلى وزارة الدفاع وعلى الجيش الاسرائيلي انتوا بقالكوا ثلاث شهور وعملتوا ايه النتيجة وانتوا عملتوا هدف سياسي عسكري تحرير الرهائم بالقوة وعملتوا هدف عسكري اخر القضاء على حماس بشكل مبرم معاين مش حيبة فيه كون شوق حماس بعد ثلاث شهور انت بتقول حماس انا قتلت منها من خمسة الى سبع الف وانت بتخضرهم بخمسين الف هل ترى بان امريكا لانه في انتخابات امريكية كمان قادمة لكن هل ترى بان سحب يعني حاملة الطائرات من البحر هل هي بمثابة ايضا رسالة الى اسرائيل بسرعة انهاء هذه الحرب ممكن تكون رسالة وممكن تكون ان الموقف استتب واخذ في طريقه الى التراجع وان حزب الله خلال الفترة اللي فاتت لم يؤلم الا اشياء بسيطة على الواقف فالامر هم كانوا موجودين هنا عشان لو حصل تدخل كبير من ايران سواء من حزب الله او من سوريا هم الموجودين فالمشهد في خلال ثلاث شهور ما بينش انه في اي احتكاكات وان ده زي حكما تفضلت ان قد يكون ده بداية انحصار وتراجع معدل الاداء العسكري والقتال للحرب رغم ان التصريحات الاسرائيلية حتى اللحظة تقول بان ان الحرب مستمرة لشهور قادمة حرب نفسية هذه حرب نفسية عشان نوري الفلسطينيين والحماس والاخرين وان المعاناة اللي انت فيهم دي قائمة لكن هو في الحقيقة عنده معاناة هو كمان من نوع اخر والمعاناة اللي من عنده من نوع اخر هو مش قادل عليها كمان فاعتقد ان المرحلة دي ستكون الوقفة الانسانية القادمة قد تكون بداية الانكسار الى مدة اطول الى وقف قتال الى حلول سياسية سحب لواء جولاني او جولاني زي ما بيقولوا سحبه ده معناه يعني كم التكبد بالخسائر اللي هو الجولاني اللي هو رقم واحد عند اسرائيل واقلش قبل قيام اسرائيل يناير سنة 48 وهي قيمت في 5 مايو لكن ده لواءات الصفوة يعني هو حشد الجولاني والجفعاتي دول وقات الصفوة اللي هما بيعتزوا بهم و القدر بتحهم عندهم حاجة اعزام نقول الوقات النخبة ولكن خلال 3 شهور كمية الخسائر ضخمة كمية الخسائر نقول خدنا معدل ستة و ضربنا ستة في تسعين او ستة نتكذب في رقم كبير لكن هو هو عاوز يعني وبعدين ده بيؤدي الى انخفاض الروح المعنوية للوحدة المقاتلة دي والاخرين طبعا هو عاوز يجدد هذا الكلام بوحدات اخرى بحيث ان الخط البياني لا ينكسر ويفضل واقف على الرجل يعني يمكن احنا على مدى هذا الشهور وهذا هو سؤال الاخير لحضرتك تبعنا الحقيقة اشياء كثيرة جدا منذ بداية الحرب وايضا يعني نزوح الاهلينا في قطاع غزة من شمال غزة الى وسط غزة شفنا تصريحات التهجير القصري والطوعي وهذه التصريحات الغريبة التي لم تنل منها اسرائيل غير الرفض طول الوقت وخاصة من الجانب المصري اذا الحرب يعني طال الامد ولم نحصد اي نتائج رؤيتك في مستقبل ما نراه ورؤيتك ايضا متى ينتهي كبوس الاحتلال هو فعلا كبوس عاكم الفضل اسرائيل كانت تتمنى ان الحرب تتسفر عن انها تاخذ الارض من غير البشر كانت تتمنى انها تحصى على قطاع غزة فاضل ارض والغزوين الذين راحوا في اي مكان مش مهم راحوا فين راحوا مصر او راحوا اخرى وكان على هذا الحزو نفكر في الضفة الغربية مع الارضن يبقى احنا اسرائيل فضلاء من الغزويين ومن الفلسطينيين يتبقى عرب 48 نعمل لهم قصة برضو ومشيهم يعني لهم يتكلم على دولة يهودية كلمة دولة يهودية دي هو عاوز يخلط قدسية الدين بالجزء السياسي دي دولة عنصرية دولة دي نيع دولة عنصرية هل هو عايز يعني يطع الفلسطينيين في شتات كما كان هو في شتات هو هو ما هو التهجير القصري والطوعي وأن ينتشروا في العالم ودول تستقبلهم هو ده الشكل يعني ما شاهدنا عليه اليهود مسبقا هو حتى إذا كان بيعود إذا كان بيقول أنا كنت في الشتات وعودت أنت كنت في الشتات من مساحة قليلة جدا والفترة زمنية محدودة جدا صحيح بينما دول مش في النقطة دول في المنطقة هم وغيرهم يعني أرض كنعان هم أهل الأرض لآلاف السنين صحيح لآلاف السنين فالجزئية دي يجب أن تتشال من المخ الإسرائيلي من المخ الإسرائيلي إذا كنت عاود تعيش في هذا المكان ونرجع لحقيقة الأديان طبعا إحنا في الفترة اللي فاتت دي لم نسمع من ألفين وشوية سنة أي مشكلة من هذا النوع مع الإخوة المسيحيين أو اقتباس من الإنجيل في شيء ما صحيح ولا في القرآن صحيح وأنا متأكد أنا متأكد أن مش عاود أدخل بس في الجزء الديني أن فيه هم معتمدين على ما يكتبه رجالهم المتطرفين لذلك لا يعني توراة ولا يعني تلبود ولا يعني حكماء صهيون لا نرجع للحق نرجع للأصول نرجع لله الواحد لنا كلنا ونقدر نعيش في سلام وإلا حيفضل هذه الحروب مستمرة إلى مدى النهاية أكيد أكيد الحقيقة في نهاية هذا الحوار يعني قبل أن أشكر حضرتك أكيد نحن نعلم بأن العقلية الإسرائيلية لا تتغير وعلى مدى السنين لم تتغير وعلى مدى حروب أكثر من خمسة وسبعين عام واحتلال لم تتغير تتغير الوزارات ولكن لا تتغير العقول يعني نحلم بأن ينتهي هذا الكابوس وينتهي معه الاحتلال أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا على التفصيل وعلى هذا الحوار لواء دكتور محمد قشكوش نورتنا في بيت للكل بكل المعلومات العسكرية شكرك شكرا جزيلا شكرا للعديد جزيلا بالتالي مشاهدينا نحن ما زلنا كفريق عمل في بيت للكل من مصر من الأردن وأيضا من فلسطين نحاول طول الوقت أن نجد أراء أو نحصد أراء مختلفة أو نذكر رؤى قد تنير الطريق أو على الأقل أن نكون داعمين مساندين لأهلنا في قطاع غزة ولو حتى بالكلمة من خلال إعلام صادق عربي محترم انتهت الحلقة ولم تنتهي القضية ينتهي الوقت ولا ينتهي الحلم وسأظل أذكر نفس الكلام فلسطين باقية والاحتلال في زوال ترجمة نانسي قنقر